السلامة من يحويكم اليوم روتيني اليوم من جملة الروتين اليوم اني عندي خارجة بنت سيلفي والده جديدة فباش نمشي ان شاء الله كان نجمت تصوركم البيبي لكيش نعم شوية تصور حسيلو وبعضيك عندي حاجة يدخلين ان شاء الله وصفة وللوجه وشوية نصيح ان شاء الله يلا نشوفكم ان شاء الله قريب سلامة معي امي هاكو جيت على الساقية هي المفروض ساعات ناخد تاكسي انا نخاف من الكلاب بصراحة نمشي على الساقية لكن انا خافها من الكلاب اليوم امي معايا لازم نصرح ساقينة بارك وتبارك الله عليها هي تمشي فمشيت الطريق ماشي بعيدة هي مبينة دار حماتي ودار بابا لكن هاكو مشينا صرحنا ساقينة فرصة لما تخافش ان شاء الله بسم الله هاكو برك الله عليها تبشي كثر مني خير مني شو مسكينة ما سيبتنيش لما وصلتني والله العظيم قريب دار خطوتين دار سيلفي وصلت الدار سيلفي او بشو ندق البيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم اوه يا جميعا نزيت جميلا اسلامة اوه مينكم حلو للباب دخلت من الكلوار شوف كدني نظيفها محليها وكد ديكور ياسر طيارة حسين ونكلم فيكم من دار سيلفتي اول ما دخلت شميت ريحة العصبان وما نقول لكم شعاء هي سمعت بيا جاي مشيت حتى تركبة العصبان نجري نجري للكوجينة ودخلت هوا ودخلوا معاي نوريكم كيفية الكوزكس يفور ويبخروا وكا الريحة وردتني من الشارع شي كبير نمشي معاي ونوريكم الجو اليوم اللي حطت هنا الحق بالقداع انا سلفات يروا حاجة ياسر متعاشرين مع بعضنا ونحب بعضنا برشة 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 يعني من اللي ولدنا صغار من اللي عرصنا ومعاوس كنا مع بعضنا وبعدك انا مشيت سافرت وخرجت وتبدلت السكنة متاعي وهو ما معناها والعشرة بقاط لحما كبيرة بنا وبنا يلا نمشي نوريكم الجو ان شاء الله يعجبكم عادوا بشجعوني وتخلنا للكوجينة هذه هي نجري بعض القاز لقيت المقفول والكسكيس هذا خاص بالكوسكسي سواء كان بالعصبين كوسكسي بالحوت بأي أنواع الخضار من غير الحم هذه هي كوجينتها مزينة برشة طيارة وان شاء الله إذا كان بقات لي فرصة وبقيت في تونس ان شاء الله نجي بلكم على كيفاش مزينة كوجينتها ياسر طيارة وديكورها حلو برشة برشة هذا هو الكوسكسي احضر ما شاء الله كوسكسي بالعصبين من يداية تعرف هي سلفتي هذية ياسر طيارة مشهور برشة في الكوسكسي بالعصبين كوسكسي بالعصبين اللي موجود في قناتي ان شاء الله اللي ما يعرفوش أو ما شافش قناتي من قبل النجم نحطه ان شاء الله ما ننسيش نحطه في رابط الوصف معها سليتة عملتها وفلفل يعني مسك يعني نقولوا احنا فلفل مسك يعني مهوش حار برشة وطبعا عصي ستروناد عنا نوعين متع العصبين عنا المصران الخشينة وعنا الجلدة هذية متع العصبين متع الكرشة متع العلوش وهذا فيه انواع يتحشيه بالخضار واللحمة والكبدة وكل شيء وفيه زوز انواع ناكلوه ناكلوه بطريقتين يما بالملعقة كما تشوفو كما هكا حتينا فسحين ونفرغ بشوية ونياكل كما تشوفو هكا بالنسبة له مش توانسة خاطر توانسة يعرفوا بطريقة الاكل متاعوه او هذا او انو ناخذو هكا نمسكوه وناخذو قديمة منو بالجلدة بالخضار بكل شيء هذا معنى كل واحد يتفنن كل واحد كباش طريقته يياكل هذا هو بيبي متاعنا ما شاء الله الله اكبر جيت بناية بيبي بناية بيبي جرل ما شاء الله عندها كان السبوع فقط مليت ولدت مشيت لها انا هذي تلها هدايا اخرى حبيت انا نوريكم في الوقت اللي نمشيوا الظياف يمشيوا يهنيوا الوالدة جديدة بناية ولا ولاية واكيد ركما اعرفتوا اللي هي بنتة محلاهات برك الله عليها رب يفضلها اول حاجة يقدموا لك الزرير الزرير التونسي هذا احنا مشهورين به برشا ثم بعد نقول لكم ونرجع نقول لكم المكونات متاعه عندك العاصيرات اللي عندك سيطران او عصير فريز يتخلط يتحط في الفريزر وبعد تجبط بشويك يجيوك العباد وتحط السكر اختياري طب الحلويات اللي قديروا قادر بقلاوة ورقة وطبعا يشريوا الدرجي هذا كما شفتوا البنوطة يهب محلية 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 رب يفضلها يا اخوية رب يهبلت عليها اول مرة نشوفها بلت عبد وربي يفضلها ويجعلها من ضرية صالحة نرجع للزرير ونقول لكم هذه المكونات متاعه 3 كيلو جل جلين طبعا معرجي كيلو لوز ارتال بوفريوة 700 جرام زبدة وطريقة الطبخ متاح انا عملته في اليوتيوب متاعي فان شاء الله نتفكر نحط لكم الرابط غديكة وطبعا ما ننسوش البومبوم هذا كذروري جدا في كل المناسبات لازم البومبوم باش تمد يدك وتاخو البومبوم هذه هي حبيت نعطيكم لمحة سريعة على عاداتنا التون سيئ وفي العشوية متاعنا انا طيبة قهيوة عربي او قهيوة تركي كل واحد اشنو يسميها تعمل الكيف قهيوة من يدين سيلفتي تعمل الكيف بصراحة ريحتها طيبة وطبعا الغل تحطيت والخيرات السبعة هذه هي عاداتنا التونسية لما تكون تمشي ضيف اكيد العادات العربية كلها كيف كيف لكن في بعض طبعا اكيد التغييرات هنا شوفوا هنا ديني سخونة شوية وهذه من العادات متاعنا ايضا احنا التوينسة ونفدوا من الصلاة ونبيت النوم فيفر نفرشوا في الكلوار كما تشوفوا الكلوارها حلو برشا ويشا هيك باش تقعد فيه ونضيف وكل جريهم خيدات ونقعدوا ونحكيو ونفرغوا قلوبنا على اه اللي عملناه مثلا متقابلناش فترة معينة انا في الخارج وهي في تونس فما برش حكيات محكيناهمش باهي نتعدى وصفتنا اليوم وصفة مفيدة خفيفة سريعة وفي متناول كل الناس في كوجينتنا ان شاء الله بذور كتان واللي معرفوش هو حبابات صغيرة نقربهم بعد تشوفهم نحتاجوا الى ملعقة مطحونة من بذور كتان ومعهم بيضة بيضة باش ناخد الكن الابيض فقط نطحنوا البذور كتان ومعروف في فوائد كبيرة برشة برشة للبشرة للوجه للشعر وناخدوا البيض البيض بعد ما احنا نطحنوه السعف الاول ناخدوا منه ملعقة تخلوهم هروش شوي يعني مش لازم يكون قرطب على الاخر وناخدوا معاه ابيض البيض ونركضوهم بالكتان كما تشوفوا هكاية ناخدوا ملعقة كبيرة من بذور الكتان ونحطوهم في صحيفة صغيرة او في فنجال ونصبوا الاول ابيض البيض ونصبوا ملعقة بذور الكتان ونركضوهم بالكتان حتى يتماسك وحتى يتخلط بالكتان الخليطة متاعنا لانه ضروري جدا باش يتخلط بالكتان والكمية حسب اذا كانت تحب انت تعمل يديك تنجم او راقبتك انا هدي فقط اليد فقدته بقلي منه شوية جربته في ايديه وبعدك باش نوريكم حتى وجهي معناها نخلطوه بالكتان بكتان لانه لازم يتخلط بالكتان بكتان باش تحطوه على وجه يتماسك تحطوه على وجه مدة عشرين دقيقة هنا فقدت وريت اليد دينا لكن مش نوري من بعد وجه كيفاش عملته عشرين دقيقة فقط يكفي تحس ومتتكلمش ترقد وتتمدد وتنسى الدنيا كله حتى تعطي مفعوله الخلطات هذي الطبيعية تلزمها وقت وايضا لزمها صبر وايضا لزمها انك متتحركش وتقعد حتى لين تاخو وقته هنا عملته من بعد الشيح شفته كيفاش كبس ليسر على الوجه على البشرة من بعد مشيت اغسلته بالماء الدافي من بعد عملت ماء ورد يكون في الفرجدير من بعد عملت قوالب ثلج حتى المسام اللي تحلتلي تتسكر وما يدخلش فيها الجراثيم ان شاء الله لوصفة اليوم تعجبكم نتيجتها رائعة جدا الحمد لله دايما نعمل فيها انا وعندي برشة وصفات متاع بذلكتين وفي نهاية الفيديو نتمنى اذا يعجبكم ما تنسونيش من لايك 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 نشكر كل المشتركين اجدد والقدم والزائرين والقدم نتمنى منهم انهم اذا ما يوصلهم اشعار متاع في فيديو متاعي نتمنى انهم يلغيوا الاشتراك ويعودوا يشتركوا من جديد حتى يصلكم كل جديد وطول ما بقالي الا نقول لكم نحبكم برشة 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 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسلامة